منذ فجر البشرية عاش ومات ما يقارب 100.8 مليار شخص وهو رقم يزيد سنوياً بنحو 8% من تعداد سكان العالم ماذا يحدث لأجساد كل هؤلاء بعد الموت؟ وهل ستنفذ المساحات المخصصة للدفن في نهاية المطاف؟ عندما يتوقف القلب عن الخفقان، يمر الجسم بعدة مراحل قبل أن يبدأ بالتحلل في غضون دقائق بعد الموت، يبدأ الدم بالترسب في الأجزاء السفلة من الجسم بعد فترة تتراوح بين 8 إلى 12 ساعة، يتغير لون الجلد في تلك المناطق عن طريق ازرقاق الجثة أو التلون الموتي وبينما ترتخي عضلات الجسم تماماً لحظة الموت في حالة تدعى الارتخاء الابتدائي تبدأ بالتصلب بعد حوالي ساعتين إلى 6 ساعات فيما يعرف بالتخشب الموتي، ينتشر التصلب في العضلات وتعتمد سرعته على العمر والنوع والبيئة المحيطة وتتغير درجة حرارة الجسم أيضاً، فعادة ما تبرد لتوائم البيئة بعد ذلك يحدث التحلل، وهي العملية التي تحطم بها البكتيريا والحشرات الجسم ويتأثر معدل التحلل بعدة عوامل، لكن هناك دليل أساسي لأثر البيئة على التحلل يدعى قانون كاسبر وهو ينص على أنه عند تساوي جميع العوامل الأخرى فإن الجثمان المعرض للهواء يتحلل مرتين أسرع من آخر مغموراً بالماء وثماني مرات أسرع من جثمان مدفون بالأرض كذلك فإن لحمودة التربة أثر كبير على الحفاظ على العظام التربة عالية الحمودة ذات رقم هيدروجينياً أقل من 5.3 ستتحلل العظام بسرعة كبيرة في حين أنه في أرض محايدة أو أساسية ذات رقم هيدروجينياً سبعة أو أكثر يمكن أن يبقى الهيكل العظمية في حالة جيدة نسبية لقرون وقد طورت الثقافات المختلفة على مر التاريخ مناهج فريدة لدفن الموت منذ أول دفن قام به الإنسان البدائي رافق الموت تقوصاً مثل تحديد وضعية الجثامين أو تلوينها أو تزيينها في الدفن المسيحي التقليدي يزين الجثمان بالثياب أما في الإسلام التقليدي يلف الجثمان بقطعة من القماش التقصي مع توجيه الوجه ناحية مكة المكرمة يقوم الهندوس التقليديون بحرق الجثمان ويقوم الزرادشتيون أتباع واحدة من أقدم الديانات التوحيدية بوضع الجثامين بأعلى برج لتتعرض للشمس والطيور القمامة قبل الثورة الصناعية كان الدفن بسيطاً وسهلاً حالياً مع بدء نفاذ الأراضي المناسبة للدفن في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أصبح شراء المقابر الخاصة مكلفاً ولا يستطيع الكثيرون تحمل تكلفة الدفن البسيط حتى الحرق وهو ثاني أكثر ممارسات الدفن الشيوعاً في العالم تكلفته عالية أما بالنسبة لمسألة نفاذ المساحة فإن الأمر ليس متعلقاً بمجموع الأراضي في العالم بل بتكتل التجمعات السكانية الكبيرة داخل المدن موظم المدن الكبرى في العالم قد تنفذ فيها المساحات الصالحة للدفن في غضون قرن أما في لندن سيقع هذا في وقت أقرب فقد يحدث بحلول عام 2035 فهل من بدائل للدفن التقليدي التي قد تساعد في حل مسألة المساحة؟ في بعض البلدان تتيح المقابر ناطحة السحاب الدفن الرأسي تركز بعض الخيارات على علاقة الجسم بالبيئة على سبيل المثال يقوم الدفن البيئي بتجميد وسحق الجثمان مما ينتج مسحوقاً يمكن تحويله إلى سماد عند مسجه مع الأكسجين والماء هناك أيضاً دفن صديق للبيئة يستخدم مواد خاصة مثل التوابيت القابلة للتحلل والجرار التي تنبت منها الأشجار وبدلات الدفن التي ينمو منها الفطر تنقل الشعب المرجانية هذا المفهوم إلى أعماق المحيط باستخدام خليطاً من الرماد والإسمنت لخلق موائل بحرية للكائنات البحرية الموت جزء لا يتجزأ من الحالة الإنسانية لكن طرق تعاملنا مع الجثامين والدفن مستمرة بالتطور قد يكون لكل مننا منهج روحاني أو ديني أو عملي للتعامل مع الموت لكن الطلب المتزايد على مساحات الدفن قد يدفعنا لنكون خلاقين حول المكان الذي تذهب إليه أستاذنا بعد المراحل النهائية من الحياة استمر في التعلم باستخدام مقاطع الفيديو هذه ولا تنسى الاشتراك لا تفوت فرصة تعلمي شيء جديد